الكلام النهاردة أصلوا أنتوا لو تتابعوا وسائل الإعلام العالمية كلها كل وسائل الإعلام تتحدث عن ما قاله الرئيس السيسي سينا أنا بتقول لك السيسي تجاوز سرطة والجفرة خط أحمر لمصر وأي تدخل لنا في ليبيا تتوفر له شرعية دولية سكاي نيوز السيسي أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا يعني كل وسائل الإعلام العالمية روسيا اليوم السيسي أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية يعني نحن نتحدث عن دخول حقيقي في الأراضي الليبية موضوع كبير اللي حصل النهاردة ده وأبعاده مش هتبقى خلال اليوم ده أنا بتوقع غدا أن يكون هناك تصريح تركي مستفز ردا على اللي تقالي النهاردة طبعا وهنفضل شغالين كده إلى أن تقع الواقعة متى تقع الواقعة بالنسبة للمصر أن نقترب من سرط والجفرة زي ما أنتوا شايفين وسائل الإعلامة هي سواء العربية أو العالمية جميعها يعني اختار العنوين اللي جات في كلمة الرئيس أنه الخط الأحمر ثم الشرعية الدولية اللي مصر يعني بتستند إليها حالة تدخلها في ليبيا حالة الاقتراب من الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي اليوم اللي يوم